السلام عليكم متابعي الكرام أهلا بكم في قناتكم وصفات ويوميات أم ريانة شايفين معايا الجمال ده؟ أشتريها بقى ليه من برة ونقدر عملها في بيتي أحلى كمان من المطاعم الفراخ المشوية مع سر التدبيلة الخطير والله يا جماعة كل اللي يأكلها عندي بيعجبوا جدا طعمها ويسألني إيه سر الفراخ المشوية بتاعتك الحكاية سهلة وبسيطة جدا تدبيلة بسيطة بس ريحتها جبارة ومتأكدة أنك هتجربيها وإن شاء الله هتعملي الفراخ بالطريقة دي على طول اللهم بارك هي دي النتيجة هتكلي أحلى فراخ مشوية بس قبل ما نبتدي الفيديو فضلا اشتركي في قناة وصفات ويوميات أم ريانة وفعلي جرس الإشعارات على علامة الكل ولايك للفيديو يلا نسمي بسم الله ونصلي على رسول الله وأنا هنا طبعا مقطعها الفراخ ونقعها في مياه وشوفي بقى أنت بتحبي تشوي أي أجزاء من الفرخة فيه ناس بتحب تشوي الأوراق بس أو الصدور بس بالنسبة لأوراق الدجاج أنا بحب أخليها من العظم لما أشويها عشان كده بتشرب تدبيلة أحسن ليك حرية الاختيار أنك تشوي الوركة عادي بالعظم ما فيش مشكلة بالنسبة للصدور لازم لازم تتشرح بالشكل ده ويتفتحي الفراخ كده عشان التدبيلة توصل لها خاصة أن لحم السدر بيبقى مليان جدا ابتديت أحط في محلول النقع كام ورقة كده من ورق اللورة كمان أحط معلقة كبيرة من الخل المحلول ده ممتاز يا جماعة بيشيل الزفارة ما بتحسيش بأي زفارة للفراخ حطيت كده معلقتين من الملح ومعلقة صغيرة من السكر وآخر حاجة هضيفها هو مكون أنصحك به المكون ده بيفرق جدا في طعم الفراخ كمان بيقلل نسبة الزفارة جدا ودي حاجة مهمة بالنسبة لي خطوة النقع دي مهمة جدا يا جماعة لازم تعمليها عشان تكل فراخ مشوية صح طبعا المكون اللي بتكلم عنه ده زي ما انت شايفين هو عصير اللمون وما تخفيش اللمون مش هيأثر خالص على طعم لحم الفراخ بتاعتك أنا بس كده هضيف حوالي لمونة ونص على كل الكمية اللي معايا وهسيب الفراخ في محلول النقع من نص ساعة لساعة بالكتير وهبتدي أصفيها كويس جدا جدا قبل ما خش على الخطوة اللي بعد كده تعالي بقى نشوف هنحضر التدبيلة اللذيذة ازاي والتدبيلة دي سهلة وبسيطة جدا وهعملها في الخلاط أنا هنا معايا معلقة صغيرة من التوم الفرش معايا بسلطين متوسطين معايا طمطمتين متوسطين ومعايا نص أرنفلفل أخضر استخدمي الخضار حسب كمية الفراخ اللي هتشويها دلوقتي بقى هتبل معلقة صغيرة من الفلفل اللي سود وكمان نص معلقة صغيرة من الكاري الكاري بيفرق جدا في طعم الفراخ بس اختاري نوع كاري يكون كويس هزبط الملح بتاعي حسب كمية الفراخ أنا هنا استخدمت حوالي معلقتين ونص من الملح تعالي بقى أوريكي سر الطعم الجميل للفراخ المشوية هم حاجتين اللي أنا بحب أحطهم دايما بحط معلقة صغيرة من الزعتر وكمان كيس من تدبيلة الفراخ المشوية الجهزة أنا باستخدم ماركت كونور تقدر تستخدمي في مركات كتيرة وحسب الدولة اللي انت فيها هاتي تدبيلة الفراخ المشوية هنا بقى أضفت كباية من الزبادي ودلوقتي هبتدي أضرب كل المكونات لو الخلط بتاعك ضعيف دي في كده ربع كباية من الميا وهي دي النتيجة شايفين ماشاء الله لون الطماطم عامل إزاي دلوقتي بقى هاديف نص كباية من الزيت طب هتقولي لي يا شايماء ليه ما ضفتش الزيت في الأول وانت بتضربي التدبيلة كلها مع بعض يا جماعة إضافة الزيت على البصل والطماطم هيخلي لون الطماطم باهت جدا يبقى ضيف الزيت بعد ما تضربي الطماطم في الخلط عشان تفضل محتفظة باللون الأحمر بتاعها دلوقتي بقى أنا حطيت التدبيلة على الفراخ وطبعا الفراخ لازم أصفيها كويس قوي من الميا بتاعة محلول النقع عشان طبعا التدبيلة ما تخفش معايا وتبقى مركزة بالشكل ده وعايز أقولك إن إضافة الزبادي في التدبيلة مهم جدا لأنه بيطر لحم الفراخ قوي كمان بيساعد في تسريع عملية التسوية بتقدري كمان تضيفي بدل الزبادي لبن رايب وكل اللي أنا بعمله دلوقتي إن أنا بوزع صوص التدبيلة بين فتحات الفراخ اللي أنا عملتها كده خاصة إن تشايفين ما شاء الله الصدور معايا كانت مليانة فلازم كده تفتحيها بالشكل ده عشان تتبل من جوة واللحم طبعا يوصل له كل التدبيلة وكل ما سبتي التدبيلة مدة أطول على الفراخ طبعا هيديني طعم أجمل دلوقتي بقى هغطيها وهسيبها طول الليل في التلاجة عشان هشتغل فيها تاني يوم تعالي بقى وريكي شكلها كده لما خرقتها من التلاجة ومجهزة عندي بقى صنية الفرن وحطيت عليها الشبكة وابتديت أروس الفراخ سويها بقى في فرن غاز وفرن كهرباء مش هتفرق خالص شايفين بقى ما شاء الله منظر الفراخ دايبة كده من قبل حتى ما نسويها كنت عملت قبل كده معاكو في فيديو سابق اختراع لشوية فحم بسيطة في البيت هسيب لك اللينك بتاعه فيه صندوق الوصف كانت برضو طريقة حلوة قوي وكلنا فراخ على الفحم في البيت بدون حتى ما قولك اشتري شوية بجد كان فيديو مميز جدا شوينا الفراخ على الفحم في البيت بطريقة بسيطة وكمان عملنا فيديو تاني الفراخ المشوية قنقاوي جدا شوفي بقى اي طريقة هتعجبك ونفزيها هسيب لك كل اللينكات فيه صندوق الوصف شايفين بقى كده رصيت خلاص كل الفراخ عندي ما شاء الله الريحة بتاعتها يا جماعة خطيرة وجميلة جدا وخلاص كده تمام خلصت رص الفراخ هدخلها بقى الفرن على اعلى درجة حرارة ما تحطيش الفراخ المشوية على درجة حرارة قليلة لانها طبعا هتنزل الميا اللي فيها وهتنشف فحطي الفراخ على اعلى درجة حرارة ويلا بينا بقى اوريكي شكلها وهي بتستوي في الفرن الله الله على الجمال وشكل الفراخ كده اللي يفتح النفس كل اللي انا بعمله دلوقتي ان انا بدهن الفراخ ببقية الصوس اللي عندي بالفرشة كده بمشي على كل قطعة ده طبعا هيديني طعم اضافي للفراخ عايز اقولك ان الاوراق طبعا هتستوي اسرع من الصدور خاصة ان انا الاوراق عندي هنا مستخدماها بدون عضم خلي بالك من نقطة التسوية زي ما بقولك وهتقولي لي ما شاء الله يا شايماء ايه كل كمية الفراخ اللي انتي بتشويها دي وانتي عندك عزومة هقولك لأ انا بحب كده اتبل كذا فرخة وكمان اشويهم وبعد ما سويهم بفرزهم في الفريزر لأكياس واجبات واطلعهم على قد الاستخدام يوم بيوم كده وقت زنقات والفراخ ما بيجرلهاش اي حاجة وكمان بتفضل محتفظة بالطعم بتاعها بس طبعا انتو كلكوا عارفين ان التفريز لي اصول معينة يعني حطي اللحوم في درجه معين الخضار في درجه معين عشان طبعا تفضلي محتفظة بطعم كل حاجة خزنتيها بصي بقى هبتدي كده اقلب على طول والاوراق عندي استوت اسرع من الصدور زي ما انت شايفة كده ووقت التسوية طبعا بيرجع لفرنك انا هنا معايا ما خدتش ساعة وكانت استوت بالشكل ده وهي دي بقى النتيجة في الاخر هتكلي احلى فراخ مشوية بجد يا جماعة خطيرة وممتازة جدك عايزة بقى تضيفلها فحمة او تسيبيها بالشكل ده هتبقى لذيذة والسر في التدبيلة كمان الفراخ المشوية بتليق مع الرز بتليق مع المكارونة او حتى مع البطاطس المحمرة وعيش وسلطة شوفي بقى بتحب تكليها ازاي انا هنا عملت رز بسمتي بالشعرية طريقته سهلة وبسيطة جدا مجرد كده ان انا حمرت الشعرية وانزلت عليها بالرز البسمتي وقلبتهم مع بعض وبعدين نزلت بالمية المغلية وكده طبق الرز بالشعرية جاهز عندي بس هعمل شوية صلطة وبالفة هنوشفة ان شاء الله الوصفة تكون عجبتك اتمنى منك الاشتراك في القناة وتفعيل زر جرس الاشعارات على علامة الكل عشان يوصلك اجدد الوصفات كمان لايك ومتابعة للصفة على الفيسبوك باسم وصفات ويوميات ام رينا متابعتكو اكبر شرف لي مستنية تعليقاتكو بتشجعني كتير كان معاكو شيماء محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته